اشتركوا في القناة برصيد 16 موسما بالشراكة مع كازيس ويليهم في الترتيب الاسباني فرانشيسكو باكو خينتو الذي لعب 15 موسما بقميص المرنجي في البطولة القرية الكبرى وجاء ظهور رسمي الاول لراموس مع الريال في دور الابطال ضد الومبك ليون في سبتمبر 2005 وساهم راموس في تتويج فريقه بلقب البطولة اربع مرات كما يعتبر القائد الوحيد لريال مدريد الذي توج في ثلاثة اعوام متتالية وشارك قلب دفاع اللاروخة في 125 مباراة مع المرنجي في دور الابطال مسجلا 13 هدفا ومحققا 76 انتصارا في المركز الثاني خلف كازيس صاحب التسعين فوزا يعلق البلجيكي ايدن هازرد نجمريا المدريد على تعادل فريقه مع مضيفه بروسيا مونشيني جلادباخ ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدور ابطال اوروبا وشارك هازرد في الدقيقة 70 على حساب البرازيلية فينيسيوس جونيور وهي مباراته الاولى بقميص الريال هذا الموسم وقال هازرد في تصريحات نقلتها صحيفة ماركة لقد كان لفريق شخصية عظيمة كان بامكاننا تسجيل المزيد من الاهداف لكننا لم ننجح بذلك انا كذلك اضعت فرصة هدف واضاف صحيح لم نحصل على ثلاث نقاط لكن التعادل بمثابة الانتصار بسبب ما قمنا به انا سعيد بالعودة بعد غياب ثلاثة اشهر عن الملاعب كل ما اريده هو الاستمرار في لعب كرة القدم وهذا هو سبب وجودي هنا وتابع لم نبدأ بشكل مثالي في دور الابطال ما زالت امامنا اربع مباريات وسنقدم كل ما لدينا فيها وختم المباراة القادمة امام انتر ميلان ليست سهلة لكننا ريال مدريد انا واثق من قدراتنا على الذهاب بعيدا في المسابقة الاوروبية اصدر برشلونة بيانا رسميا بشان الهيكل الجديد لمجلس الادارة المؤقت عقب استقالة جوزيب ماريا بارتميو ومجلسه وقال النادي خلال البيان الرسمي على موقعه الالكتروني بعد استقالة مجلس الادارة بالامس تولى رئيس لجنة الاستراتيجية الاقتصادية بالنادي كارلس اتسوكيتش منصب رئيس اللجنة الادارية بالنادي واضاف في اجتماع مع عضو مجلس الامناء اخوان مانويل ترايتر تم تعيين اعضاء اللجنة الادارية المكونة من شخصيات من اللجنة الاقتصادية ولجنة الانضباط وفيما يلي اسماء اعضاء اللجنة التي ستدير النادي بشكل مؤقت كارلس اتسوكيتش رئيسا اخوان رامون راموس نائبا للرئيس اخوان لويز جارسيا امين الصندوق جوزيب ماريا بادولوس سيكرتير هذا بجانب الاعضاء ميكيل لادو كاسديفال جوزيب ماريا يوش سونيا كانو والمتحدث الاعلامي اليكسا تنتيرو واسبوني اكد موقع لتنسبورت ان برشلونة يفكر في استعادة لعب هلولندي تشافي سيمونز الذي يلعب حاليا في صفوف باريس انجرمان وغدر سيمونز برشلونة بحثا عن دقائق للمشاركة لكن تجربة باريس انجرمان لم ترضه حتى الان وبحسب الموقع فان برشلونة يفكر في استعادة سيمونز اذا لم يجدد اللاعب عقده مع باريس انجرمان ويرتبط سيمونز بعقد مع سينجرمان حتى صيف 2022 لكنه لم يتفاوض على التجديد حتى الان وعلى الرغم من رغبة باريس انجرمان في الابقاء على تشافي الى ان اللاعب يفكر في خوض تجربة اخرى واكد التقرير ان هناك اكثر من ناد انجليزي الى جانب برشلونة يرغب في ضم سيمونز في الصيف المقبل كشف موقع لتنسبورت عن الشرط الذي وضعه كيليان امبابي لبدء مفاوضات تجديد عقده مع باريس انجرمان ويرتبط امبابي بعقد مع سينجرمان حتى صيف 2022 في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف المقبل وبحسب الموقع فان امبابي اشترط رحيل المدرب الالماني توماس توخيل اولا قبل التفاوض حول تجديد عقده وهي الرغبة التي تتفق مع رغبة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسانجرمان وتوترت العلاقة بين ليوناردو وتوخيل في الفترة الاخيرة بعدما خرج المدرب الالماني وهاجم ادارة النادي على الملأ بسبب عدم تدعيم الفريق بما يحتاج من صفقات واشار التقرير لان ليوناردو كان سيطلب من الادارة رحيل توخيل والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري لان التحدي الاكبر حاليا هو تجديد عقد امبابي واضاف ان امبابي يواجه بعض المتاعب مع اسلوب توخيل في ادارة المباريات حيث لم يعد المهاجم الشاب متحمسا لاسلوب المدرب الالماني ولذلك يرغب في التغيير وسينظر امبابي في مستقبله مع سان جرمان فقط في حال رحيل توخيل خلال الاشهر المقبلة عبر البرتغالي كريستيان رونالدو نجم وهداف يوفينتوس عن غضبه تجاه اختبارات فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسح الجديدة لفيروس كورونا ايجابية واصبت دون بالفيروس في الثالث عشر من اكتوبر الجاري خلال تواجده مع منتخب البرتغال ورغم عدم شعوره بأي اعراض للفيروس لانه لم يتعافى منه حتى الان ونشر رونالدو صورة عبر حسابه في انستجرام علق مبتسما اشعر بسعادة وصحة جيدة مشيرا عبر الرموز التعبيرية الى دهشته من نتيجة الاختبارات مؤكدا انه لن يستسلم حتى يتعافى تماما يذكر ان رونالدو غاب عن مباراة فريقه ماما برشلونة بمنافسات دور المجموعات لدور ابطال اوروبا سجل المصري محمد صلاح نجم نيفربول هدفا تاريخي للردز في شباك ميتلاندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدور ابطال اوروبا وبحسب شبكة سكاي سبورتس للإحصائيات فان محمد صلاح بات ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يصل الى عشرين هدفا بقميص الردز في دور الابطال وانضم صلاح للأسطورة ستيفن جيرات في هذه القائمة حيث كان النجم الانجليزي اللاعب الوحيد الذي وصل الى هذا العدد من الاهداف مع ليفربول في التشامبينز ليج ودخل صلاح بديلا في الشوط الثاني بدلا من البلجيكية ديفوكا اوريجي وسجل الهدف الثاني ليفربول من ركلة جزاء يقترب هاريكينا وسون هيونغ من ثناء توتنهام من الوصول لرقم قياسي مذهل في الدور الإنجليزية وأسهم اللاعبان في فوز توتنهام على بيرني مساء الاثنين بختام الجولة السادسة بعدما صنع كين هدف الفوز الوحيد لزميله سون متصدر ترتيب الهدفين في المسابقة حتى الآن ويتفاهم كين وسون بشكل جيد والأول على وجه التحديد قدم أداء مميز في الموسم الحالي بعدما صنع وحده سبعة أهداف من أصل ثمانية سجلها سون منذ بداية المسابقة ورد سون الجميل لكين بصناعة هدفين له ما يعني أن عدد الاهداف التي أسهم فيها اللاعبان معا منذ بداية الموسم بلغت تسعة أهداف ووفقا للصحيفة فإن كين وسون بهذا الرقم تقدم للمركز الثاني على لائحة أكثر الثنائيات إسهاما في تسجيل الأهداف بالتبادل وبلغ عدد الأهداف التي أسهم كين وسون معا في تسجيلها خلال مشوارهم في البريمير ليج تسعة وعشرين هدفا وهو العدد نفسه الذي يحمله ثنائي منشسر سيتي ديفيد سيلفا وسيرخيو أغويرو وثنائي أرسنال روبرت بيريز وتيري هنري دخلت مفاوضات بيرن ميونيخ مع لعبه ديفيد ألابا بشأن تجديد عقده مرحلة جديدة وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن مسؤولي البيرن عقدوا اجتماعا جديدا مع ممثلي المدافع النمسوي الجمعة الماضية وشهد الاجتماع تقديم مسؤولي البيرن عرضا جديدا ارتفعت فيه مدة التعاقد إلى خمس سنوات بدلا من أربع كما عرض النادي البافاري راتبا مرتفعا عما قدمه طوال الفترة الماضية لكن ألابا وممثلوه لم يتخذوا القرار النهائي حتى الآن ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين كافة الأطراف لحين اتخاذ ألابا قراره النهائي بشأن العرض الأخير اشتركوا في القناة